نحن نقول عنها صفات الشخصية ما قبل المرض يعني نقبل إصابة الوسواس في صفات معينة الصفات هذه ممكن تؤدي الوسواس مثل الحرص الزايد الدقة الزايدة الانتباه الزايد الشدة الزايدة نعطيك هذا مثال في حالة من الحالات شفتها كانت الوسواس الصلاة أو الوضوء كانت هو صغير في التربية والتنشأة كان الأب والأم شديدين يعني على هذا الإبن من يومنا صغير يعني كان الأبوه يضرب عليه موضوع الصلاة يضرب عليه موضوع إيش الوضوء كذلك صار عند الولد نوع من القلق الزايد الذي يتحول لموضوع إيش إلى وسواس قهري كان يروح يوضي مثلا يروح يتوضى مثلا كان الأب شديد شوية مستوضوع أنه لازم الوضوء يوصل إلى هنا لو يزود هنا عيد أرجع غلط أردت نشأت معي فكرته إيش الحرص الزايد حريص بالزيادة فصار إيش مثلا مثلا وسواس النظافة بعض الأمهات بعض الأمهات مثلا شوفوا لدها مثلا أو الإبن شوفهمه مثلا حريصة بزيادة مثلا نظافة أو أنه مثلا شاف كب شيء وإذا سارت شيء في البيق قاما ضربته وهزأته وسأعنده الوضن وعنده التخوف يمكن أن يتحول لك الموضوع إيش وسواس القهري موضوع الدراسة نتكلم عن وسواس أنه هناك أسباب يجب أن نفهمها كثير من ضمن أسبابها الجانب وراثي له دور وراثة لعب دور ولكن في عندك جانب البيعة التلبية الآن هذه أسباب الأسواس القهري لها أسباب معينة يعني ما هو شرط أنه يكون وراثي أنه والله ممكن أنه يكون نتيجة للأب والأم فينتقل للأبن أحسنت ممكن في أسباب مكتسبة في أسباب مكتسبة مثل؟ وغلبيته مكتسبة أسواس مثل يا دكتور التلبية الخاطئة من الأسرة الحرص الزائد من الأسرة النماذج الخاطئة في داخل الأسرة مثلا شاف أبوه وسوس يكتسب الوسواس من أبوه موجينات وراثة بسهول أن يشوف أبوه وسوس أو يحرص بالزيادة في تقهه ولا ديش يبغي يصير أبوه زي القدوة يعني جلل بتصرفاته فعالة بعض المرات الخوف والقلق في الموضوع مثلا زي الخوف من الصلاة من الوضوء إن شاء الله زي كده فهي ينشأ عندهم يعني نتكلم عن التربية أو التنشئة مهمة من أحد الأسباب المهمة في موضوع الوسواس القليل كثير من أحد الوسواس يجلس معها لما نتكلم معهم نلجع للماضي شوية نشوف أنه كان في تنشئة خاطئة أو كان في موقف معينة على رضلة أو شيء ما اكتسبه و هو صغير أو في مرحب مراحل حياته أثر على نفسيته زي بعض الأشخاص مثلا عندما نتكلم عن بعض الناس أيام الكورونا اللي حزتنا بالأخير كثير من الناس تقلل فيه مثلا توهم الأمراض و هو صغير من الوسواس أو صغير من الوسواس سألت أنه سواس مالوس كمام و عطس حجز كانت ما كان عنده وسواس في حياته لكن هذا الموقف هذا نشع عنده وسواس قهلي خاطه وسواس الأمراض أو وسواس النظافة أو وسواس الطهارة و غيره يعني يعرف الفكرة أنه في ضغوف و في أشياء محيطة و ذيك في أشياء ممكن تظهر مرض الوسواس القهلي جميل فإذن يعني اليوم نحن أمام عدة أشياء من ضمنها التربية الخاطئة من ضمنها اكتساب يعني من القدوة أو كذا من ضمنها أيضا الظروف المحيطة يعني بالمجتمع ممكن أنه تسبب المسألة الوسواس